مع استمرار تسجيل زيادة في الحالات القائمة الجديدة بفيروس كورونا يبقى السبيل الأمثل للوقاية والحد من الانتشار هو الالتزام بالإجراءات والتدابير والتعليمات المعلن عنها من قبل الجهات المختصة هذا بالإضافة إلى الإقبال على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا ينفك الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن التذكير بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصحية واعتباع معايير التباعد الاجتماعي إضافة إلى أخذ اللقاح المضاد هي الوسيلة الفضلة والسبيل الأمثل لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره لغة الأرقام تكشف بجلائن تغيرا متصاعدا في منحنى الحالات القائمة التي وصلت مؤخرا إلى مستويات غير مسبوقة منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في مملكة البحرين العام الماضي 300 ألف عملية تتبع كشفت أن من أسباب انتشار العدوى المخالطة المباشرة وأن النسبة الأعلى من انتقال العدوى بين المخالطين هي نتيجة تجمعات عائلية ومناسبات خاصة يقول الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة ويضيف المانع أنه تم ملاحظة زيادة في أعداد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج والحالات تحت العناية إضافة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وخصوصا بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومع دخول متغير جديد إلى المعادلة ألا وهو السلالة المتحورة للفيروس سريعة الانتشار فإن المرحلة تتطلب رفع درجة الالتزام فالمسئولية مشتركة تجاه النفس والأسرة والمجتمع والوطن وعلى الجميع أن يكونوا على درجة من الوعي المطلوب لإبقاء نفسه في منأة عن الإصابة بالفيروس أو أن ينقل العدوى إلى أي شخص ليكون سببا في معاناته لا قدر الله السلالة الجديدة من الفيروس إذا رافقها عدم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية فإن ذلك يزيد من احتمالية ارتفاع معدلات الحالات القائمة التي تحتاج للعناية الصحية نتيجة مضاعفات الفيروس التي قد تؤدي للوفيات في مختلف الفئات العمرية تحذر الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي كما يعني الالتزام التام معين بمتطلبات تخطي هذه المرحلة من مواجهة الفيروس بنجاح ومساندة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي والبت لها أعضاء فريق البحرين في خطوط الدفاع الأمامية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع